فن التصوير نشاط يستهوي شباب الجلفة الذين تبنوا هذه الهواية بالعشرات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليقرروا الخروج لملاقات جمهورهم في مبادرة فنية فريدة من نوعها هذا هو أول معرض فوتوغرافي هنا في وليد جلفة نقوله معرض في الشارع لأنه كان الفوتوغراف يعرضوا الصور في الفليسيت ولا في الفيسبوك ولا في فليكر ولا السنسون بي إكس هذه أول مرة يخرجوا هذا الفوتو إلى الشارع التظاهر هذه أول حاجة سمحتنا بش أن نقدروا نعرضوا الأعمال الفوتوغرافية تاعة الشباب كان بعض الشباب حابين يعود عندهم خبرة في هذا المجال ثاني يعود عندهم الفرصة بش يشوفوا الأعمال المصورون الهواة من المشاركين وجادوا في هذه التظاهرات فرصة لعرض أعمالهم الفوتوغرافية لجمهور متذوق أنا جد سعيد اليوم أني شاركت مع مصوري الهواة مصوري الهواة لمدينة جلفة حاولنا من خلال هذا المعرض أن نخرج من العالم الافتراضي العام حاولنا نقدم أعمالنا البسيطة طبعا باش يشوفها أكبر عدد ممكن من الجمهور الجلفة نشجع مثل هذه المبادرات التي تحط على التصوير الفوتوغرافي وتشجعه خصوصا أن هذه الهواية لا تلاقي شهرة كبيرة في شارع الجلفاوي نحن نشجع مثل هذه المبادرات ونطالب أن تكون هناك مبادرات أكبر وطنية عالمية الجمهور الجلفاوي استحسن المبادرة التي سمحت لهم باكتشاف خزان كبير من المواهب الفنية أكتشف الجمهور هنا اليوم جمهور هائل جدا لأنها أول مرة أن المصورين يخرجوا للجمهور والجمهور يتمتع بهذه الصور وهي في الحقيقة مبادرة جميلة جدا وماذبية إن شاء الله سيكونوا حوي جدد وكل يوم مبادرات كما هكذا منها باش أن الناس ثاني تزيد التقاف وتزيد هذا الفيلم الفوتوغرافي يزيد يطور في الجزائر مغرض الجلفا للصورة الفوتوغرافية لبنة لنشاطات أخرى مماثلة يعيد محبوها ذا الفن بتنظيمها مستقبلا لملا والمادة الخام متوفرة لعدسات موهوبة تسعى لإرضاء أعين ذواقة